السلام عليكم ازاي؟ في الفيديو اللي فات اتكلمت ان انت ازاي تقدر ان انت تجيب كلمات مفتاحية على اساس ان انت تقدر تتصدر بها على اليوتيوب وطبعا اتكلمت على اكتر من طريقة منها طرق مجانية ومنها طرق مدفوعة كمان للمحترفين او طرق احترافية مدفوعة في الفيديو ده بقى بازن الله تكملت للفيديو اللي فات وهو يعني يعتبر من ضمن كرس اليوتيوب اللي انا بتكلم فيه في الوقت الحالي وهو ان انت زاي بقى تقدر تهيأ الفيديو بتاعك للسي او الخاص باليوتيوب يعني في الفيديو اللي فات اتكلمت ان انت زاي تقدر تجيب كلمات مفتاحية في الفيديو ده بقى بإذن الله نتكلم ان انت زاي تقدر تحط الكلمات المفتاحية دي في الفيديو بشكل صحيح على اساس ان انت تقدر تهيأ الفيديو بتاعك للسي او لليوتيوب وعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده اشوف الفيديو لحد ان اهلن بجد تستفاد ونروح للشرح تمام يا شباب نيجي بقى دلوقتي للخطوة التانية وهو زي ان انت تقدر تهيئ الفيديو بتاعك لروبوتات اليوتيوب او السيو خاص باليوتيوب عموما الفيديو ده يعني هجزقه النقطتين تمام اول نقطة وهو النقطة اللي انت تقدر ان انت تهيئ الفيديو ليك او يعني تهيئ الفيديو بتاعك على اليوتيوب وطبعا دي حاجة تقدر ان انت تعملها بايدك وده يعتبر نص الكتاب زي ما بيقوله النص التاني بقى وهو يعتبر الاهم فهمني واللي انت ملكش تحكم فيه بشكل كامل بس تقدر تطوره ولو انت يعني يعني عرفت ان انت تستغله صح حرفين القناة بتاعتك هتبقى في مكان تاني فبالتالي خلينا نخش في الموضوع لطول وركز معي في الفيديو ده تمام لانه فيديو مهم اول حاجة سيدي هنروح عندنا على العنوان ساعة ما تكي ترفع الفيديو بتاعك هتروح عندك على العنوان تمام العنوان هنا طبعا ده بيكون عامل خاص بالكليك بيت ايه الكليك بيت ده الكليك بيت ده اللي انت مثلا تشوف عنوان يشدك وتضغط عليه كمثال اربح ايفون خمستاشر افتراضا يعني فيه ناس بتصدق او بتدوس على الرابط يعني ده بشكل كبير جدا بيكون فيروسات بس هو ده الفكرة ان انت بتحط عنوان يشد الناس انها تضغط عليه وفي نفس الوقت العنوان ده الروبوتات بتاعت اليوتيوب تفهمه وتعرف انت بتتكلم عن ايه تمام عشان تقدر انها تقترح حق من خلاله النقطة دي وهو العنوان في الفيديو اللي فات انا تكلمت ان انت زي تقدر تجيب كلمات مفتحية وايه اهمية الكلمات المفتحية وايه الطرق ان انت تقدر تجيب بها كلمات مفتحية ده كان فيديو مهم جدا اتمنى ان انت ترجع له هسيبه لك في البطاقة اللي ظهرت دي قدامك او في اللينك اللي موجود في الوصف فيديو مهم عشان تعرف ازاي تقدر تجيب كلمات مفتحية بعد كده بعد ما تختار الكلمة المفتحية اللي هي متعلقة بالمجال او الشيء اللي انت هتتكلم فيه في الفيديو ده وافتراضا انا بتكلم عن الربح من اليوتيوب اذا الكلمة المفتاحية اللي انا اخترتها وعليها معدل بحث عالي وهو الربح من اليوتيوب اذا هي الكلمة دي كلمة المفتاحية بتاعتي انا هحطها عندي في العنوان عندك ثلاث طرق ان تتحط الكلمة المفتاحية دي في العنوان وطرق بداية جدا اول حاجة في بداية العنوان تاني حاجة في نص العنوان تالت حاجة في الاخر هل في فرق ما بين التلاتة لا بس لو انت حابب ان انت تقول روبوتات اليوتيوب بكل صراحة ووقاحة يعمل حاجة انا بتكلم عن الربح من اليوتيوب يبقى اذا انت خلي الكلمة المفتاحية في اول العنوان على اساس ان ده بيساعد حتى لو بشكل طفيف يعني ملوش عامل كبير بس بيساعد بشكل طفيف ان انت ممكن يعني يخليك مرتبة اعلى سنة تمام فدي نقطة برضو مش ايه مش مدروسة اوي يعني انا مش بقولك ده يعني في حد قال لي او اليوتيوب قال لي لا دي نقطة بتبقى ايه نقطة خبرات وتجارب فممكن تنفع معاك في فيديو او ممكن فيديو تاني لا بس عموما اهم حاجة ان الكلمة المفتاحية تكون في العنوان ده المهم بقى في البداية في النص في النهاية ده شيء ايه يرجع لك انت وعلى حسب الصياق اللي انت هتعمل بالفيديو نيجي يا سيد لتاني حاجة وهو الوصف اليوتيوب طبعا في المحتوى الاجنبي او المحتوى الامريكي يعني هو بيفهم كلام الناس اللي هما بيقولوه لان طبعا بيكلامه بلغة انجليزية فاذا الزكاء الاصناعي الخاص باليوتيوب بيفهم الناس دي بيتقوليه فبالتالي بيعرضلك الترجمة التلقائية اللي احنا متشوفها دايما دي طيب في المحتوى العربي ده مش موجود طب ده ايه اهميته 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 ان اليوتيوب بيسمع انت بتقولي بالتالي بيقترح الفيديو بتاعك بناء على الكلمات اللي انت قلتها حتى لو انت مش حاطة تاجز ولا وصف شفت الزكاء الصناعي ازاي على اليوتيوب طيب النقطة دي انت تحلها ازاي في المحتوى العربي عن طريق الوصف لازم تحط وصف دقيق للمحتوى بتاعك ويكون فيه الكلمة المفتحية يعني كان مسأل انا هنا الوصف مثلا احاطت الربحة من اليوتيوب بدون تصوير بدون برامج بدون تعب وتا تا 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 وبتكلم في حاجات كتير جدا تمام متعلقة بالمحتوى اللي انا بتكلم داخل الفيديو وبوصف الفيديو بتاعي عبارة عن ايه وداخل الوصف ده انا حاطت الكلمات المفتحية بت بتاعتي وهو لايه? الربح من اليوتيوب هنا هوا زي ما انت شايف وكمان من قرر الكلمة المفتحية هنا تاني ومن قرر الكلمة المفتحية هنا تاني عشان كده انا بأكد على روبوتات جوجل يعامل حاجة انا بتكلم على الربح من اليوتيوب فاقترحني دايما لو انا اا الفيديو بتاعي بيتكلم عن الربح من اليوتيوب طب هلعب لطيف انا قدر اشوف ده بشكل ملموس اقول لك ماشي تعالي هنا نفتح مثلا كمثال صفحة يعني طبعا صفحة مش اا يعني معلهاش الكويكس بتاعي وحط هنا الربح من اليوتيوب. تعال نشوف انا المرتبة كام? واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? اهو. انا اطلعت عندك او متاخر شوية ونازل اوي بس اعتبر عشان انا ايه? لسه يعني الفيديو بتاعها هينمو مع الوقت وهيجيب مشاهدات اعلى. وبازن الله مع الوقت هتلاقيني ان انا اطلعت مرتبة اولى. لان انا كمان ما بتكلمش اوي عن الكلمة دي. ودي يعني ودي حاجة اخرى. في حاجة اسمها الخاصة بالكلمة. كل ما انا بتكلم عن الكلمة وكل ما انا بنشر فيديوهات عن كلمة محددة كل ما انا بطلع فيها. يعني مثلا كمثال افتراضا برضو. نيجي مثلا ليه القناة دي. اللي هو بتاع ياسر. ياسر تمام. معرفوش صراحة. فلو انت جيت مثلا عنده. وبحست مثلا دخلت على قناته. افتراضا يعني. ودخلت عندك هنا على وكتبت الربح من اليوتيوب. هتلاقي مليون فيديو ليه بيتكلم عن اليوتيوب. ليه? لان هو بيتكلم على الخاصة او اه دي الحاجة اللي اسمها الخاصة بالكلمة. اللي هو الايه? ان انت بتتكلم عن الكلمة كتير. بالتالي جوجل هتكترحك فيه بشكل اكبر. ان هي كده فهمة ان انت يعتبر ليك خبرة كبيرة. لان انت نزلت كتير قوي عن الكلمة دي. تمام? دي حاجة متقدمة في السيو. وهتفهمها معمرو الوقت. وكمان لو محتاجين شرحي لها خاص. ممكن انا اقدر اعملها لكم. فكل ما انت اتكرر الكلمة كل ما يكون افضل. عشان انا مش مقرر الكلمة عندي كتير في القناة اللي هو الربح من اليوتيوب. بالتالي هتلاقيين انا في مرتبة اقل. بس على اقل زهرت يعني قدامكم زي ما اتشوفتم. بالتالي انا بتكرر الكلمة المفتاحية عندي في اكتر من مرة او في اكتر من موقف في الوصف. زي ما انت شايف. هنا وهنا وهنا. وطبعا مش شرط ان انت تمشي وراها بالمسطرة. وانما انا بقول لك ان انت تكرر الكلمات المفتاحية. مثلا ان اقول لو انت هتكتب مثلا متين كلمة او تلتمية كلمة تذكرها مثلا مرتين تلاتة. لان النقطة دي مهمة. وللاسف في ناس كتير جدا بتهمة للوصف. نيجي بقى للعامل اللي بعديها سيدي وهو قوائم التشغيل او البلايليست. دي نقطة للاسف مهضور حقها في الوطن العربي. اه تعرف ان البلايليست اللي هي عامل كبير جدا انا ممكن ان انا ازود مشاهدات القناة بتاعتي. من صفرة خليها مثلا نقول لمليون بسبب بلايليست واحد. وده لو انا استهدفت البلايليست صح او قائمة التشغيل صح. ان انا احط نفس الكلمة ان انا بستهدفها في بلايليست. ويوتيوب لما يشوف ان انا بركز قوي على البلايليست دي وانشو عليها دايما. لما انا مثلا اجي ابحث عن الربح من الانترنت ممكن اقتراح لي البلايليست كاملة. يعني ممكن يقتراح لي البلايليست كاملة. لو مثلا واحد كتب كورس الربح من الانترنت. فهمني او الربح من اليوتيوب. هتلاقي ممكن يقتراح لك البيليست كاملة. فدي نقطة مهمة برضو على فكرة. ففي ناس كتير جدا بتهمن البيليست. فلازم تحط الفيديو بتاعك في قيمة تشغيل لو قدرت ان يكون فيها نفس الكلمة المفتاحية بتاعتك. وتجزى الفيديوهات بتاعتك على اساس انها تكون مصبوطة بالنسبة لجوجل وكمان بالنسبة للايه للمشاهد. دي نقطة انا برضو مش حابب ان انا اتكلم عليها كتير لاني انا عارف ان ايدي اتحتك شرح الوحدة. يعني رغم من الموضوع بسيط جدا بس فيه ناس كتير قوي مش فهمها. دي نيجا سيدي بقى للعلامات وهو النقطة اللي ناس كتير قوي بتركز فيها. ما يغرقش كمية العلامات دي كلها. العلامات دي كلها مش هتفيدك في اي شيء. طيب ايه اللي يفيدني? اللي يفيدني ان انا حط علامات بمحتوى او بكلمات قريبة مني. افتراضا. دلوقتي انا روحت عندي على جوجل. روحت عندي على جوجل. وكثبت مثلا كمثالي كلمة اللي انا عايزها الربح من اليوتيوب. هنا لو انا جيت كتبت الربح من اليوتيوب جوجل عارف ان انا بتكلم عن الربح من اليوتيوب. الربح من الانترنت للمبتدئين جوجل هيفهم او يعني انا بتكلم عن الربح من اليوتيوب اذا الربح من الانترنت. كده غلط. انا بعمل كده بس عشان ما عنديش وقت. بس كده غلط. طب انت المفروض تعمل ايه? المفروض ان انت تركز على الربح من اليوتيوب فقط. العلامات تكون ربح من اليوتيوب فقط طب ازاي لو انت روحت عندك على جوجل افتراضا الربح من اليوتيوب دي كلمة كيف تحقيق الربح على اليوتيوب دي كلمة طب دي كلمة مختلفة عن الربح من اليوتيوب بس لما انا جيت بحثت على جوجل جوجل فهم ان انا بتكلم على النقطة دي لان جوجل مش غبي جوجل بيفهم انا ببحث عن ايه بالتالي مش لازم تكون نفس الكلمة المفتاحية بالضبط لا ممكن يكون كلمة متعلقة بيها شبهها تمام بس في نفس الصياب. يعني مثلا كمثال الربح من اليوتيوب دي كلمة اللي انا مستهدفها طلعت عندي في الاول. عندك كلمة تانية كيفية تحقيق الربح على اليوتيوب. الاتنين دول زي بعض على فكرة. يعني الربح من اليوتيوب زي كيفية تحقيق الربح على اليوتيوب. الاتنين زي بعض. الاتنين زي بعض جدا. لان جوجل فاهم الكلمة دي بالشكل ده. اذا بالتالي انا باكد عليه ان انا فعلا الكلمة بتاعتي بالشكل اللي انت شايفه ده يا يوتيوب او يا جوجل فبالتالي دي كلمة لازم يكون الكلمات قريبة من بعض وبرضو الكلمات دي يكون عليها معدل بحث عالي يعني برضو عشان يكون ايه صرحة يعني لازم تكون الكلمة عليها معدل بحث عالي وانا اتكلمت على النقطة دي في الفيديو اللي فات فما تختار لش كلمات يعني انت تكتبها من دماغك لأ انت هتجيب اللي جوجل بيطلعه لك عشان بس ما ايه ما تضيعش وقت عرفاضي وتضيع ايه يعني تجارب وحاجات عرفاضي فانت هتطلع اللي جوجل بيطلعه لك او انت هتحط اللي جوجل بيطلعه لك كمسال كيفية تحقيق الربح على اليوتيوب انت هتاخد داكوبي تحط عندك في الفيديو اه او تاجز كده انت بتعرف جوجل وبتأكد عليه اكتر ان الفيديو بتاعي يعمل حاج بتكلم عن النقطة دي فنفس الفكرة هتاخد عندك كلمات ناسلا كمسال تحقيق الربح من القنوات دي كلمة ايه تحقيق الربح من القنوات في اليوتيوب دي كلمة لوحدها متعلقة تمام بالايه بالربح من اليوتيوب وهكذا تمام ودي نقطة برضو ما حدش كتير جدا يعرفها في الوقت العربية على فكرة واللي يعرفها ما بيقولش دي معلومة برضي يعني اللي بيعرفها ما بيقولش ده للأسف يعني نيجي بقى سيدي للحاجة الاخيرة وهو الصورة المصغرة وده اللي انا بقى هتكلم عنه بإذن الله في فيديو اخر لان ده محتاج او الفيديو الجاي لان ده محتاج شرح خاص بجانب انا هقولك بقى على العامل التاني اللي انت مفروض تركز عليه العامل التاني وهو يعتبر اهم عامل على اليوتيوب يعني كل اللي انا قلته ده من غير العامل اللي انا هقولك عليه دلوقتي ده ملونش اي ثلاثين لازمة وهو ايه وهو وقت المشاهدة وقت المشاهدة كبيرة اذا قناة نجاح وقت المشاهدة ضعيف والله لو عملت السيو يعني كما يقول الكتاب للأسف مش يعني ولا هيتم اقتراحك وممكن تكون يعني ترتيب تاني او تالت او رابع بسبب وقت الفيديو وقت الفيديو هو العامل المهم يعني افتراضا الفيديو بتاعك مدته عشر دقايق انا عملت الفيديو ده وبعد كده واحد جدخل عليه شاف منه دقتين بالنسبة ليوتيوب انت كده الفيديو بتاعك مش مهم الفيديو بتاعك مش غني بالمعلومات الفيديو بتاعك مش هدهوش بالتالي يفضل اقل الاقتراح يعني مثلا انا الفيديو بتاعي مدته عشر دقايق حد دخل وشاف الفيديو ده مثلا اقول دقتين 20% من وقت الفيديو واحد تاني دخل شاف برضو دقتين وخلافه اليوتيوب هيفا من الفيديو ده بايخ الفيديو ده مفيش حد حبه الفيديو ده يعني ما بيشدش الناس فبالتان هيقل اقتراحه حتى لو انت بتتكلم حاجة يعني مفيدة جدا بس ممل فللاسف ده عامل يعني ده حاجة مش في ايدك طيب انت زي تقدر تحسنه نقطة دي وهو ان انت يعني تشد الناس شوية تخلي الناس تحمسهم داخل الفيديو تعمل اوضاع تصوير مختلفة عشان كده تلاقي بعض اليوتيوبر بيجيل لك كاميرتين او ثلاثة بيتنقل لك ما بين الكاميرات يعني يكون في حركة داخل الفيديو في اللي بيقعد يشتغل مونتاج كتير قوي عشان يقدر يخلي الوقت المشاهدة كبير يعني مثلا لو حد دخل الفيديو بتاعك مدده عشر دقايق يشوف منه مثلا حوالي سبع دقايق تمن دقايق او يشوف الفيديو كامل كده اليوتيوب هبتدي ان هو يقترحه فده اهم امعامل على اليوتيوب يعني حتى لو انت ولا ركزت في العنوان ولا في الوصف ومحطيتش تاجزة born يعني انت حطيت بس عنوان ولا حتي تصورة مسغرة فاشوف بقى يعني ولا حطيت فارغة وصف الوصف بتاعك فاضي بالكامل ولا تصور تاجز ولا حطيت اي حاجة مجرد بس ان انت رفعت الفيديو لكن المدة بتاعت المشاهدة بتاعته كبيرة لان كده وهو في دماغه ان الفيديو د يا عقبك وشوفته بشكل اكبر معجب واحد تاني وشوفه بشكل اكبر بالتالي هيقول اه الفيديو ده اذن مميز فبتدي ان هو يرفع عرض بشكل اكبر واكبر واكبر انا كده اكون خلصت الفيديو وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو اللي اول فيديو عجبكم بقى ما تنسوش ان تتعملوا لايك وتشتركوا فوق قناة وتفعلوا الجرس بجانب برضه ما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو لان خير الناس انفع للناس فاشكوا عن خير بإذن الله الفيديو جاي ومع السلامة